كاي ويست السلام عليكم ورجعنا من جديد لعيت النخلة طبعا اوش هيك بداية علي كانت تجي مكلامات ورا بعض من منو من اخته نورا نورا من اليوم تدق عليه تدق عليه تدق عليه تقول لا تدق عليه تدق عليه علي بسرعة ردة علي ف علي عصب فردة عليها قال لش انت بيهم الضبط انه كان يشتغل المكتبة قالت لا لازم تجي ضروري الشغل لازم تجي ضروري لازم تجي ضروري البيت لازم لازم تحنج عليه وغرفة الثانية كان كان قاعد فهد مع امه وفهد قد يقول امه شفي ابوي ليش ابوي صارخ من غرفة الثانية لان علي من قبل يوم امه صاري امه اكلمت انه كان يجي بيت فقالت له تعال ابوك تعبان يعني يوم جاء ابوه مو تعبان اصب ثم كانت بتوري سعاد فعصب لوقتها ما كان مردع من مكلمات اخته ما كان يردع على اي احد فهمت اشان ما يبي احد يزع جو احد يتشذب عليه فالحين ياسنار لنارد اه هو معصب او مو معصب يعني هم تنرفز من اخته ان ليش دقين عليش تبوا مني خلاص خلوني 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 راحتي مع اهلي انتم اليوم تزعجوني مكلماتكم اه وهذا الشي طبعنا هذا النورة دقيتها كانت تقول لها هذا من شي ضروري السلفة ما يدرن كلها من وكالها ما يجب ان تجي البيت وضروري حين فقالت لها لا تحاولون فيني لا تحاولون تشذبون علي فقالت لها شوف السلفة مشكلة وما تعلق فيها تعلق فيك انتم حياتك مع فلورا اذا تكمل حياتك مع فلورا مع اهلك مع عالتك هذه يجب ان تجي الى حين ضروري لانا انا مارح ايقثر فيني المشكلة هذي فاذا ما جيت ضروري الحين اذا ما جيت اراحاتي اراحاتي اذا حسنا ساري انها هاذ تكرمون اوكي منزل الوعجل بديكم فالنورة تحاول فيه انه يجي فلازم يجي اصبر عننا المهم ليش دخلت على هذا اللي أنا فجأة تخيلوا فجأة كل شي عندي كل شي عندي فجأة راح شاء راح كل شي اقصد ان الاطباق تخيلوا كان عندي ثلاثة هني فجأة اختفوا ما ديو ان راحوا صراحة يعني حاولت اقفل الباب المهم يجب ان اخذ جاكي تمشى ويلعب فيه الساعة سبع لازم يرجع لازم يرجع المهم ان علي لازم يروح لشي السالفة علي لازم يروح لنا اختها حنت علي وقالت لي اذا ما جيت الحين قالت لي اذا ما جيت الحين تقول لي تقول شوف هذي مسؤولتي انا مسؤولتي كنت انت ستحملها بعدين وانا اكيد علي راح يروح بشوف الشي السالفة يعني ما راح ينطر وغير هذا خلق يكون مسارفة للحلقة اللي طافت سوري دخلنا على سرعة الدراما عاوفت يدي سارفة اللي داخلكم يمكن انا ع Tackle ما وضحت لكم الغصة اكثر او ما وضحت لكمما بالظبط أن شو صار بالظبط سارفة كله ان اتوقع بس مؤكيد ما ابذكر دا قلتها بالحلقات اللي طافت بس انا اتوقع اني قلت ان ليلا الي كانت تدري عن حالة اّمها مو عنحاتهم عنا ليش سبب الوحيد اللي خلوا امها تموت صح ان امها كانت مريضة بس غير المريضة انا في اسباب ثانية زادت عليها ان زوجها خلاها ان زوجها مو علي زوج جيمس ذكروني قلت لكم ان امه مريضة و جيمس ما قدر يتحمل تكاليف العلاج و السوال في امكان بتوظف يعني حيل حيل مشغول يعني في يوم جيتها هذه كوديليا قالت لها اوكي انا راح اخليك تصير مدير بس شعرت انزوجني لو السوال في يعني وتطلق من زوجتك يعني فوافق وتطلق من زوجتك يعني في يوم انفصل من زوجتك طبعا وسبب كلها بس ليش تسوى كل هذا عشان بس انه يبي فلوس يعني يتكفل فيها فلوس يتكفل فيها بعلاج زوجتك بس ما يقدر يعني ما يقدر يعخذ الفلوس يعني ومديون الرجال وكل شي يعني فذاك الوقت كانت فلورا و لوك مشغولين بالبيت لوك يلعب فلورا تحل واجباتها ما شي تسوي بس ليلى اللي سمعت الحديث اللي بين ابوها وامها ان ابوها يوم انفصل انفصل بين امها يعني فذاك الوقت ليلى شافت ان يوم شافت ذاك الوقت امها مرضى حيل يعني فهي اللي تحس تحس ان ابوها هو السبب يعني ابوها هو السبب وحسبا له ان غير احد يعرف باللي صار او ان فلورا ما قالت لها فلورا ولي حب مخوانها يعني ان يوم امها شافتها قالت لها شافتها ان تتسمع فقالت لها ليلا خليك كلام بيني وبيت تكلمين احد ادخل حقي احد وما يحد يدري احد يعني صار يعني ان غير احد يدري ان غير احد يدري فيها من ابوه منفصلة لا أحد أدري إلى الليلة قبل تتوفى يوم توفت فلورا وقتها كانت مراهقة حتى كانت أرد أخر سنة لها بثانوية أرد بتتخرج بتصير من الجامعة للسوالف يوم كلمت ما كلمت المحامي المحامي كلمها وقال هي سيرة المحامي يعني أبوها فقال لها أبوها أبوش طلق أموش قبل وفاتها يمكن هذا الشيء اللي يخلى فلورا تدري أن تعرعنا فصال أموها وابوها قبل توقف وفات أموها وهذا الشيء يمكن هي ليلة حسب لها ما هتدري وهي تحمل مسؤولية الشيء هذا أنها توقف مع أخوانها ما درت أن فلورا تدري بيستغل في كلها المهم يمكن شوية وضحت الغصة مع ليلة وفلورا بس لحد الحين بس إن شاء الله فهمت ما فهمت ببعيد مرة ثانية ما عندي مانع أو بنا بركز الخطة عليها بركز بعيد القصة عليها ما تقول لها لا تدخل داخل لا تخاف ما في شيء والثاني ما تقول لها بركز الخطة عليها فقال لا قال شوية ما في شيء أصل يعني دق علي أسك أنا نورة دق علي في شيء عندكم شيء صاير شيء ممكن تروح داخل لا نورة جت نورة جتها قالت لا جتها قالت وأخيرا جيت تعالوا بسرعة وين ها أم أوكي هذا هي هذه هي ست الحس والجمال ست الحش والجمال قاعدة هنا بس أبي شيء واحد قاعدة هنا ها أم ها أم أتوقع يمكن هذا جناح يمكن هذا جناح سعاد اللي قاعدة فيه تحقون يمكن فنورة جتها قالت لو أخيرا جيت طبعا سعاد حاولت بالنورة ما تكلمت قالت قالت ما تقلتي قالت ما تدري نورة دقت على أخوها فقال ليش استالفة ليش أنتي ليش 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 دقينا عني استالفة قالت ما رح حقدر أكلمك تعال فوق شوف اللي فوق طبعا سعاد أكيد بتحاول تقول لا تروح يعني يعني سعاد بتقول لا أكيد بتقول لا بتقول لا لا تجي جا تجي أو إنها بتحاول ما تخلي شوف إذلي صار بس رح تحاول بمنه يعني سعاد شون ترح تمنع علي يعني ده نورة دقة دبعا سعاد كلش ما تبين علي يدري عن ثالف يدري عن عن بنته بس بس لأنه عارفة نورة إن أمها ما رح تخلي علي فقالت لا أحسن لك تجي هنا قبل أمي تكلم فلورة وتوريها لأنه عندك بنت فتعال هنا قبل أتصير مصيبة قبل أتصير شي مشكلة فحلها بنفسك قبل أحاول تقول حق فلورة استالفة كلها جلي؟ طبعا فهد قال لها أنا أخليك معمي شوف شو الضحكة هذا حمвет واضح 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 جدا يا ربا ان فهد قال يا ربا هذا واضح جدا ان فهد قال اوه 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 جيت اوه 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 الشي الوحيد اللي حبيت اكلها بالحالة بالعائلة هذي لا 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 ما راح ادخل نورا والفعد معاهم لان هذا موضوع عائلي لازم كلهم يصرفون فيه اتكلام عائلين بين زهرة وابوها وعلي طبعا اكيد اكيد سمع صوت يبتشي بذي قالت لازم لا تدخل باللي يبتشي انت بس صالح طبعا اما بتقول لكل شي بتقول للكرام كله لازم لازم بتطلق من نور surrounding lora فيقول لها أنت لماذا تحنينك بطلق شهرت من نور شيء قالت له اتسمع صوت視 pumping فاثي بنتك قال لها مستحيل مو بنتي فالوبي يقول Bruno علي اهد commun باللي هذي عائل بنتك محتى يرحم يشرح نظر ايجاب لهم غ�도ك قال علي علي اهدอย اهد هذي حائل بنتك يرحمację اول مرة ايه 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 اوك 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 اولي اوك ese اذا انت سعاد ما قدرت تروح عند اهلها لان اهلها مسافرين في فكرة انها تجيب حامل وزهر درد فما قدرت تخليها تروح تحسها مسئولية يعني حي المسئولية فتخلي بست تقدر هني ما رح يتم بأكله صراحة ممكن تخلي طبعا لان هو منصد منه ليش سعاد ما قلت له ليش سعاد ما قلت له انه عند عيال عندها بنت ليش 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 وأكيد أمي لي تخصب التخصب لا كح Suchmi بيكلم سعاد ليش ما قلتي لي سعاد ça لماذا لم تقلتني لماذا لم تقلتني ماذا تظلتني كنت أتخبرني ونا لا أدري حتى لم تتوقعت الحكم لقد أتوقع عمنا بالغلط ماذا بالغلط السعودة لماذا سواء لم تقلتني orbitتي أتصرف على الأقل أنا أرى عن أمي قالت لا لم أكن أظن أن أمك هي المنعتني حتى لم يقبل أهلي اوه بيشا شرح نسوي مع سعاد شرح نسوي مع سعاد طبعا امه انا اقول لكم ثرفت مع امه انزين طبعا امه اكيد راح تقول لها تعال بكلم انه بنكلمك وين امه راح ته اوه مي قد هذي ليلى ليش زهرة نايمة هني ليش الساعة عشر ادلي الساعة عشر الساعة عشر حزت نومها نازم بتناوم ليش بعد فهد نايم غرفة هذي ما عنا في قرب في قرب في قرب كالمكان هذي اصلا مفوتنا مهنية جناحة ويزوجها بس يمكن ما تبي 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 شي يعني اخف فعلي بيكلم امه بيشوف شاستار في الحين اشوف وين يقول لكم الحين موضوع كلها زهرة دقت على اهل سعاد قالت لهم عن بنتها اهل اهل سعاد يدرون عن حالة تلبس علي ما يدري فهذا هو يصير ان زهرة بتقول بتقول لعلي بتقول لعلي ترى اهل سعاد اهني ويدرون عن حالة تبنتك فما في اي مجال انك تتطلق ما في اي مجال انك تتطلق فطبعا علي متواهق تقول لها ما عليك ان تطلق من فلورا فقالها ما راح تطلق من فلورا ما راح تطلق من فلورا قال خلاص قول لها الحقيقة قول لها انك متزوج ايش هون تقول لها قول لها انك متزوج انك عندك بنت من زوج تكلوله اهل سعاد اهل سعاد صجوا انتقلوا هني بوريكم مشكالهم بعدين قول بيك تكلم بكرة اهل سعاد عندي عطلة بكرة اهل سعاد توجبهم تكلمهم ضروري طبعا علي متواهق حيل وما راح يسبب كل هذا فاما قالت لها شيء ما توقعته فقالت لها علي علي اذا اذا ما تكلمت او اذا ما اذا ما تكلمت وما بديت اذا ما ما سمعت الكلام اذا راح تنسى تشوف بنتك ليلي فقال اش غاصدك بليلي بنتي ليلي قلت له انا اجرت محقق خاص كالعادة وقاللي عن مكان امر الخاطف ليلي قال ايه قالت ايه قالت اذا فعلا تبين ليلي ترجعلك اجب ان تفكر بسعاد وبنتها لان حتى اذا انت تعتقد ان ليلي بس بنتك حتى عندك بنت من سعاد ثانية يعني ف علي الحي متواهق علي جدا متواهق اول اكاف احد ادين وانا تنسى يدرون عن بنتك فالفكره ان انه حتى يقابلهم لغويه حين فلازم يروح يقابلهم طبعا عطار المقابلة لازم تعال هنا يكبر بنتك الاجاب تعال كبرها لازم يكبرها لازم بعد يقابل اهل زوجته غير يقابل اهل زوجته لازم بعد تكلم فلورا عن سعاد انا الام ما رح تخلي بالحالة هذي يعني يجي يسكن عندهم ويخلي او ماييجا ذي وليش صار اسمر لماذا اصارت تسمرا او ماييعد مشكلة مع release كيد ام هه ما رح تخلي يسكن مع فلورا ايه انا جيودا ماخذ اسمها هي بنت او الولود هي فيميل اوكي فيميل ماخذ حواجب امها اوكي نسوي لها سريع سريع مرح اوه اعطيها هذا اوه حب حيل هذا انا اوه 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 خلاص 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 اوه ستحيل راح اعطيها هذا بس بغير شعرها اوه اتصير نفس امها اوه نفس امها اتوقع امها عندها هذا يب اتوقع اطيتها امها هذا اذا مو هذا بغيرها معندي انا احنا صار ! اوه حقا انت والله انت انا رحل جنن جنن احلى ابنت اتاك في حياتي righteous صراحة صراحة يقولكم الصراحة ما كنت ابي اسوي يعني ما كنت ما كنت ابي اسوي سوعات كله شما كنت اريد ورحمه ما كان فبالي كله شوي سوعات اوكي زين يوم الي صار بالضبط الي صار بالضبط اني اه اوه تلبسنا الظهرة رح اخليها على الضغط معها كلها كيوت رح اخليها بعد علىها لنسخلي ايه بيض اه خليها اسفر اه اوكي خلاص 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 خلنا اقولكم من حين صار اول ما صممت سعاد صراحة يعني اول ما صممت سعاد ما كنت افكر خليها زوجة علي يعني كنت جنن حيل اوكي البنت حلوة حيل فقال افكي من اعطيها من ابيها تكون يعني ابي شوف عيالها ثم قلت اوه عندي علي خلاص خليها احطهم علي فامتوا علي هي عربية علي عرف الضبط شو حصير شو حصير النسل عندهم فامتوا علي فهذا اللي اقصد علي من توهق حيل طبعا هلكان 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 جدا هلكان جدا هلكان شكله واضح انه ما يبيكلم احد اوكي خلاص هذا يروح نام بكرا بكرا بيصير خير بكرا يصير خير لازم يروح يقابل اهل سعاد مع سعاد شلون دخل؟ شلون دخل هني انه يقفل في الباب ممكن تروح تسبح جاك ممكن نقف جاك باك فهد 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 اوكي وبعده بيكتم لي اوه 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 شال حالة هذه فهد انا ش meno قلتلك فهد ش قلتلك فهد 6000 عارaaa ما قلتلك فهد ما يسمع كلام فهد غاهرني ما يسمع كلام ما يسمع كلام اوكي خلاصت اكلك طبعاFlora جاي اممكن بتعرف اخبار علي يعني صار معه يا اليوم كله حتى لو أنه زوج dim proceeding يعني فازم تعرف اه مش هنا جاية تنام اوه لش نايمة لش نايمة روحي نايمة روحي نايمة هني فلورا فلورا ليلة ما تبقاتي بتشوف فلورا ما تبقاتي بتاكل بعد زيل موجا معانا هي متنرفزة من اللي صار فما تبتكلم مع ما تبتكلم مع اختها يعني خاصة انها اختها كانت تدري 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 عن اللي صار او تعرف بالضبط يعني عن حياة امها يعني وان شلون امها ما قالت لها ما قالت لها عن معرفتها بامها يعني فهمتوا عليه يعني ليلة اختصار كانت كانت شايلة هم تقيل اوكي ففكرة ان اختها ان ليلة تصير بها الحالة هذي هذي او لا علي راح علي راح فوق علي اما نقول لكم علي مقدرة ما يبيشوف ما يبيشوف ليلة ما يبيشوف الليلة مو ليلة ما يبيشوف لورا يعني يعني يحس الدنب اوكي على اي وان راح تعالي هراتي اوه يحس ب生ي شي طانت ولا شا يبينام ويبيرتاح يبيرتاح جدا اوه وينها حيوت بالضبط مت Shine What's wrong? اوه اييحي فيوك بتشوف شي مهم اه تعالي بس شوفي اشتبي بالضب خايفة من شي اه 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 بس من شن تخاف هد اخاف من جاك خايف خايفة يمكن من جاك ما ادري يمكن من جاك بس اهم شي ان جاك جاك واو جاك هده اليابي ان جاك او ماي جاد جاك ملتهم جاك ولا فلافي جماعة نسمي جاك ولا فلافي انا حابة الاسمين كلهم اه قاموا عشان المدرسة قاموا عشان المدرسة قاموا عشان المدرسة بعد ساعتين المدرسة اوه يبي تسبح بعد اوكي خلص من اكلك تعال تسبح زين تاك الشاور اه هل قامت انت اوكي ايبي اكل بس ويت 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 اخذ الحمام تعال قبل لا تروح ان اخوك كلكم واحد كلكم تابون تابون تاكلون فااااااااااااااااااااا ممكن تروح الحمام يتتاتيس انا قدتلك الحمام هل وصخ لا نطيف اوكي اوه ليش تنرفزني قلت لفتوفرز محمد محمد اخذ لفتوفرز محمد طبعا البداية كنت بسجل حلقات واجل نروح يكلم او علي روح يشوف اهل زوجته بس السالفة هذي كلها ما راح اطيل لان عندي انا مهبه لهني قلت لفتوفرز ما يبون اسموع عن الكلام الحين بروح بطلع مع علي الساعة الست تاقون يمدي تاقون تاقون علي اح يقدر يروح انا بروح بكلمهم يمدي بس حتى هو متوتر حال هو متوتر حال خايف من كل السالفة كلها اوكي اوشي طلع عنده بنت ما يدري عنها بدل الحين هل اهزوج يعني اهزوج تيدرون و بدنهم ما يبين ما يبين في فلورة تدري اه الموضوع كلها الموضوع كلها الموضوع كلها خلنا نقول ان بيتعرف عليهم بيطبعون ان تعشون اذا شاكلي باخر الحلقة شاكلي بطول الحلقة كلها شايكم انه بطول الحلقة اوكي بدنان بخلي طلع اه يروح انت بالنوم ابي ايش تعالي اخي شاي ليش لا اخي اي شاي تعالي بطلع مع علي باخر سعاد بروحهم كلهم مع اهل او اعرفكم على اهل علي اوكي ثوري الحلقة بيكون طويلة على المعتاد ادري ادري بيكون طويلة على المعتاد اه لانا ما عرفتكم عن اهل علي اهل علي اهل سعاد بس كلي بخلي الحلقة الجايب يمكن اه يروحون كلهم اه انا سكنتهم هنا واو سكنتهم بكان القديم هذا عارف بس طبعا رح تشوفون اله البيت فاضي اصلا البيت فاضي اصلا الناس اللي حذفت بيحت الاساس بعد ما نقلت اهل علي منهم من البيت دعنا نوريكم عائلة اهل سعاد اسمهم الاسعفة اوكي هذي القصة كالعاد اوكي سوري الاسعفة هما يعتبرون اقارب لعاية النخلة بس من جد 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 ثاني فهمتوا علي يعني يعرفونهم مجرد معرفة مو معرفة اقارب لهم من بعيد اقصد ففرندلي ليس ولد ثانية اوكي شكله الثاني ومهني عندهم بعد اثنين عيال مراهق وولد خليقلكم السالفة هذا سلمان سلمان واحد تاجر معروف بس عاية النخلة هما اكتر اقلية اقلية منهم يعني بواجد بس هما يعني هنتوا اللي تحتهم يعني فمعروفين بالعائلة هذي وهذي زوجة المسكين اسمها رشاد حاوليكم 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 اشكالهم حاوليكم اشكالهم الحلقة الجاية رح اطلع معاهم الحفل اول او لا انا ما صيفت حاوليكم هذا سلمان سلمان ابو سعاد ما تشوفوني شبه حواجه كثيفة سلمان نظامه طبعني هو رجال تاجر حيل عصبي غير رومانسي طبعني يحب كل شيء يصير يعني بالمعقول فهمتوا علي كل شيء يرضى علي زوجتها اسمها رشاد ام الجنن ام حبوبة ام طيبة ام خلوقة ام عندها اهم شيء لعيلتها تحب عيلتها فهمتوا علي ام جابوا سعاد اول بنت بعدين جابوا توأم ثاني سعد هذا سعد سعد حلو سعد ما يتلاحظك شابه واحد سعد يشابه راشد راشد اخو التوأم هم اثنين توأم بس سعد سعد طبعا سعد كان محور الاهتمام بالعيلة كلها لان سعد لأسف كان اول ما ولد كان مريض كان في قلبه ضعيف ف نفس ام كانت تهتم فيه حيل 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 ثاني وحدة المراهقة هذه اسمها سارة اللي تبي تصير احسن من اختها فمتشوفوا يعني تحاول تصير نفس احسن من اختها بس احواجه كثير هذه سارة مراهقة صارت بعد بس اول ما ولدت فيها الام رحمها نفسي صار فيها مرض بالرحم بس هذا الشي ما خلها توقف عن الجبعي هي تحب العيلة تحب العيال حيل فجابت ورد تاني اسمها سيف سيف توفى الاسف الله يرحمه هي بطنها ما قدرت تتحمل البطن لازم يضطروا وضطروا ان يسهولها عملية ويثغطون ولد فيها يعني فالشي هذا حيل حزنها حيل 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 زوجها يحبها حيل سلمان ما عنا عصبي وانا فلرتي بس يحب زوجتها حيل فش سوى تذكرون كم كداشين يوم ما اخذ وحدة مرة مأجرة رحم من مرة وحطت فيها بيوضها وحطت فيها مده شنو من زوجها وشان جيب منها ولد هذا هو سلمان باختصار جاب ام ثانية حط في بيوضهم اسفتينا اجيب لهم سيف سيف اصلا ما يعتبر ولد رشاد بس يعتبر ولد زوجها يعني من رحم استجر فهمتوا علي يعني اههههههه نفس نظام الابهدها بس ولدها ما هادش اقولكم بس ان اوه حتى هي رشاد تحب فهمتوا علي يعني ما درت بتخلى عن عيالها بس صارت مشاكل بالعالة فيها مشاكل هدروعنها بعدين مراح اقولها الحين صراحة عشان ما اخرب عليكم مقصة بس فيها مشاكل فيها سوالف بتعرفون من كاملين بعد اصلا رحت راشد اخو اخو التوأم حق ساعد مهني بتعرفون بعدين القصة بعدين المهم اشوفكم ان شاء الله بالحلقة الجاية اللي انت اخرت عن البث اللي افضل سويه فشوفكم ان شاء الله عن حلقة الجاية مع عالة النخلة بوريكم بدين الحلقة الجاية رحت تكون ممكن مع علي يقابل اهل لازم يروح يطلع علاقال يكلم اهل سعاد يعني علاقال يكون رجال ويواجه مصاعب حياته منهم حلقة طولت الحين مع علي اطول هذه الحلقة بس ما علي ان شاء الله شوفكم الحلقة الجاية مع عالة النخلة والتنزلون لايك واشتراك وتعليقات كل شيء باي باي